اليوم أيضا كنت أتابع في مقال أو في حوار سريع أجرته الصحفية كنزة خطو من راديو آم مع فرانسيسكو خوزي كليمانتي مارتين وهو عضو في المركز الدولي لتحديد هوية المهاجرين المفقودين سي بي معت منظمة غير حكومية برغم من الإجابات السريعة والمختصرة اللي كان يقدمها هذا فرانسيسكو إلا أنها مؤلمة بحق فهو مثلا عن سؤال يتحدث فيه ماذا هل يوجد مهاجرين غير شرعيين في السجن نعم يوجد مرتكب الجرائم الخطيرة في بلادهم إلى جانب سائقي القوارب إلى الأرض الإسبانية يعتبرها تجارب البشر ولكن أكثر ما يؤلم في إجابته هو عندما يتحدث عن للأسف تأثر عن كل ما القصة والحادثة التي أثرت عليك بشأن المهاجرين غير شرعيين للأسف تأثر على كل من يتعرضون لحوادث في عرض البحر خرؤية الأطفال والنساء حوامل يموتون بتلك الطريقة تدمي القلب نعم هناك نساء حوامل ماتوا وهناك نساء ليست حوامل وهناك أطفال وهناك شباب وهناك رجال ماتوا ورميت جثثهم وجثمينهم إلى الشواطئ سوى الإسبانية أو الجزائرية أو المغربية أو التونسية بكل أسف وألم يهربون من بلد حتى لما سئل قال من هم أكثر ليأتوكم قال أساسا الجزائريين ثم المغاربة وبعض من مناطق الساحل أفارقة يهربون من بلد مساحته هي العاشر في العالم من بلد يحتاج يسكنه أربعين مليون ويحتاج ولو سكنوا أربعمائة مليون لما كانش فيه مشكل ويحتاج لكل شيء هذا البلد يحتاج لتطوير البنية التحتية لمزيد من المباني والسكنات والطرقات والجامعات والمستشفيات يحتاج إلى أيدي تعمل وعقول تعمل وناس تفكر وتخطط فإذا بأبناء يهربوا منه طبعا هذا الأقل حظ بعض المحظوظين يتحصلون على تأشيرات وبعضهم يشتري تأشيرات وأحيانا تصل بعض التأشيرات إلى 60 مليون 70 مليون 100 مليون بالعملة الوطنية العملة الجزائرية وآخرين اللي ما يقتعوش عبر البحر يقتعوا عبر دول أخرى في جزائرين الآن متوجدين في مالي في موريطانيا في جنوب إفريقيا في غينيا في أثيوبيا في الصومال وفي أماكن أخرى كثيرة هذا البلد اللي يحتاج كل أبناء أبناء يهربون منه إن أكبر هزيمة وعار على الذين يحكمون البلاد أن بلاد يهربوا أبنائها ورجالها ونساءها وأطفالها منها ترجمة نانسي قنقر